مهندس الطوفان له من اسمه نصيب لا شك فكما أنه أخذ من مسجد الأقصى شعلته المباركة وبدأ منها ولكن أيضا لم يقتصر على هذا القانب بل أحدث طوفانا تغييريا عالميا حسب قراءاتك المختلفة ما هي التغييرات التي يحدثها طوفان الأقصى على مستوى العالم على المدى البعيد والمتوسط والقريب جميل على المدى القريب ما نراه حاصل الآن أو ما نراه حاصل الآن في العالم من انتفاضة ووعي ولم يكن من قبل يعني كانت القضية قضية فلسطين في مهب الريح تكادوا أن تندثر وهذه كانت الخطة أن تندثر وهذه كانت الخطة أن لا يكون هناك حل دولتين أصلا لذلك الكنيست استعجل في تصويت في سسعة وستين تقريبا عضو مقابل تسعة أو ستة أعضاء وأظن ستة أعضاء هذا العرب ما الفلسطين نعم أتوقع ستة أصوات المعارضة لقرار منع قيمة الدولة الفلسطينية أظن أنهم العرب أما ستة وستة وستين وستين من كنست كلهم يقول لك يعني أقروا قانون عدم إقامة الدولة وبالتالي نسف حل الدولتين لذلك المدى القريب مثلا من نتائج المدى القريب التي شفناها هي يعني مرة ظهور قضية فلسطين كنا نتدر أن هذا القيل قد غيبت تماما نعم ولن نحتاج إلى سنوات ضوئية لنعيدها من قديم صدقت فهذا مثلا شيء من الذي حصب سريعا اعترف بها المعترفون دول عدة اعترفت بفلسطين وما زالت تعترف بفلسطين هذا ما كان في الخيال أصلا هذا من حيث القضية الفلسطينية وهذا في المنظور الذي نراه الآن الذي هو بين يدينا أيضا الكيان الغاصب المحتل هذا يعني غيب وضيع نتن ياهو هذا ضيع هذا الكيان ضيعا عجيبا يعني ضيع سبعين سنة من البناء ومن الصورة نمطية الديمقراطية التي ليس مثلها دمقراطية في الشرق الأوسط بين عرب الأوباش بين قوسين كما يرون والتقدم كله سقط كل هذا سقط وهذه أيضا نتائج منموسة الآن والقيش الذي لا يقهر لا يقهر قوة الرلع يسمونها أيضا ذهبت هذه كلها الآن يعني نراها يعني تفتح أي سوشال ميديا ترى ناس كثيرين يعني يقولون لك هذا هذا جزء الجزء الثاني أو الجانب الثاني أيضا من فائد الطوفان الأقصى أنه حصل طوفان بشري يعني قدم طوفان بشري محب للتعرف على الإسلام مثلا على هذا الدين الذي خرق الأسرة بعد عشرة شهر تسعة شهر كأنهم رايحين فيندو خمسة نقوم بينما أسرانا نحن هناك شهر واحد يرجع لا رجل ولا عين ولا قدم أو محمول كما الأطب رحمه الله الذين أعيدوا مستشهدين أو مستشهدين فهذا إذا جعل الناس جعل أن يكون لك طوفان يعني موازن من البشر للتعرف على هذا الدين وعلى قيمه وكثير منه تنقه ومن لم يعتنقه يعني بج له وعظمه ولا تبريء غادر ربما يعتنقه أيضا وإلا فمن الذي يفسر أن يخرج طلاب ليسوا مسلمين أساسا من جامعات أمريكية وينتفضون هما ينتفضون هو الآن العقب العقاب من الذي ينتفض ومن في الشارع أصلا ما حد في الشارع من المسلمين أبدا والذين هم في الشارع من المسلمين ما يتقهون لاتجاه الصحيح لكن من هم المؤثرون يعني الغرب والأمريكيون ومن فقط الأمريكيين اليهود منهم الآن هنا أريد أن أشير إلى نقطة ما كما قلت لك نحن نعيش عصر الرسول السلام وعصر تنزيل الكتاب العزيز أيضا الله عز وجل قل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك قنطار ما الفلوس طبيعي ومور طيبة وقميل ويؤدي الأمانة إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ميت بيسة بس لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة طيب ليش وهي ميت بيسة هو عنده مليون وما محتاج حل ميت بيسة ليش ما يؤديها لي قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيلها لتبع حالنا كل ميت بيسة صغيرة هذه حقي قلت إليه ما رجع ليها شوف كيف قناعة الدينية من زين ذلك ذلك أنه قال ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون لأن هنا ذكر لك صنفين من أهل الكتاب العامة الذين يؤدون أماناتهم ويقفون مع الحق والخاصة المتعصبة كما اليمين المتطرف في الكيان الصحيوني الذين يعني تشه ما يتنازل أنهما حقهم من الرب يعني هذا يعني حسب حسب معتقداتهم فنرى القرآن أيضا يترجم ليهم فلذلك ترى من الناس المتحركين كثير منهم من أهل القنطار الذين يؤدون يهود يؤدون وما شاء الله عليهم يعني بعضهم يقول أنا يهود يقول أنا ما أعود إلى ما أذهب إلى الكيان هذا إلا مع إقامة فلسطين ويكون أنا فلسطيني وهو رجل يهودي بغض النظر عن عالديهم لكن القرآن ذكرهم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة فلذلك الآن حتى الطوفان هذا أظهر لك هذه المعاني وهذه الأصناف من الناس التي ذكرها القرآن الكريم في كتابه صحيح يعني وهذه لك ما أقولون صهم الآخرون ما أقولون أصحاب النجمة لما يأتون بالأعلام أنت رأيت بعض التسريبات ما أقولون يعني يشترون أنكم روحوا وتظاهروا وهذه لك مظاهراتهم عفوية وإنسانية فلذلك أيضا من ضمن أشياء اللي حصلت انت سألتني عن أشياء هو هذا انتشار هذا الدين وانتشار أخلاقه من ضمن أشياء لأنه حصلت توقف كثير من العبث الذي كان يحصل الخطر الذي كان يحصل على الأطفال يعني برامجهم يعني التي كانت تأتي تصر على مثلا أمتنا الإسلامية ودولنا بمراجعة مناهجها لأن توقفت هذه النزعة لأن اكتشفنا كذبهم لأن أول كان واحد يقول ربما أننا قاتنا داعش وقاتنا كذا وقاتنا كذا لكن الآن هذا أشد من داعش لأن كيان صيوني فيما يفعل دولة بن قوسين رسمية أشد من داعش النفاق على أشده فلذلك الذين كانوا يدوا أن يهضعوا لعملية الابتزاز في مراقعة أمورهم في موقف الآن قوي بعدم فعل ذلك للعكس بتعزيزي فهذا أيضا من نتائج طفان طفان أقصى تساقطت وأصبحت الحقيقة واضحة لذي العين نعم على المستوى المتوسط والبعيد هناك فئة من الناس قاسة تخلق أو تخلق قاسة تنشأ هي ستكون القيادية بعد عشرين سنة من الآن ومنهم الجامعات أنت ذكرت الجامعات الجامعات عريقة ومن هناك يخلق الساسة هؤلاء المويبون الصهايين الذين هم الآن يقولون ويتكلمون بكل بقاحة فينتهون في عشرين سنة ثلاثين سنة سيأتي الآخرون تنقلب الموازين وتنتهي هناك يعني وتعود ربما تعود حتى فلسطين قبل ذلك لكن ينتهي النظام الصهيون العالمي بوجود هدلة وارتفاع هدلة إلى الصف الأول السياسي وقيادة دولهم وانت ترى أيضا من أحداث اليسار في فرنسيا فاز صحيح وهو مع فلسطين والعمال أيضا نسبيا في بريطانيا مع فلسطين صحيح وغير ذلك من تغيرات لكن على المستوى البعيد الموازين انقلبت هذا الطوفان قال انقذ الله أهله كل خير يعني قد أثبت وقد أنقذ العالم أقول لك أنقذ العالم يعني المثلية مثلا ما تروح وديك يوم قبل السبع أكتوبر اللي هي في كل في كل مشهد وأعلامهم في كل مكان صحيح هذا انحصر هذا ذهب هذا ما تسمع عنه الآن العكس الآن بدأ الناس يعودون إلى فطرتهم برض النظر عن أديانهم يعودون إلى فطرتهم لسيما يعني أهل الكتاب ويعني ينتبهون لأنفسه فمن لم يسلم أقل قليل عادة إلى فطرته في دينه في قيمه العامة اللي هي تتقاطع في كثير منها مع خلاقيات الأديان سبحان الله مهندسنا تتقلى هنا الآية إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا سينفقونها كما هم يفعلون ثم تكون ثم قال لك ثم يعني شهمه ليصال مسألة بين الإنفاق وبين هزيمتهم تكون مهلة إن الذين كفروا سينفقون أموالهم ليش يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وإن شاء الله قال ستكون عليهم حسرة الآن إيلا أمور ذهب هباء أشياء كثيرة تتساقط وتساقط عنهم والغلبة ضدهم ستكون وهي كائنة بإذن الله انتظر ثم الثالثة قمنا قريب بإذن الله ثم يغلبون ثم يغلبون ننتظر ثالثة وهم يغلبون حاليا صحيح يغلبون يعني المواقف التي قاسة تظهر يعني عندهم هزيمة ما عليك من الأفعى هذه التي تلبط يمين يسار لكن هم هم يسحبون سحبا ويعني يستنزفون نزيفا كبيرا وما يتحمل العالم المادي أن يدعمهم إلى ما لا نهاية هو عالم المادي يحكمه أيضا بيست تحكمه صحيح لما يجدون أن الإنفاق قد أزال عليهم ما عندهم عقيدة كما عقيدة أهل غزة مثلا في أن يصبروا على الكسرة وأن يصبروا عن التمر ما يستطيعون ولا توقع الرواتب تدفع لها ولا توقع الرواتب راتبا واحد لا يصبروا هذا نعم هذا ليس رواتب هذا راتبهم من الله عز وجل عقيدة ترفع الإنسان وترقيه أما أولئك تقطع عنهم الحبل السري يموتون وهكذا المرتزقة الآن يتناقصون عنهم بدأوا يتراقعون حتى الآن يبحثون عن مرتزقة حتى يقاتلوا معهم بضبط سبحان الله